يا حسام الدين الهمامي يا ري مين قولوش دخلت اللغة العربية الكلمة ما دخلت للدرجة كلمة زابينغ معتا قاعد نزابي قاعد اللاوش اشفام مجديد لانو الناس ما عاش توصع بيلا يا حبيبرا ويزم كتشوف الناس كتكونكتي تك 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 هذا هو زابينغ فيها معنى المرور بسرعة الى القناة الاخرى معتا اتلخص الكلمات اللي قلتهم والكل في كلمة واحد اللي هي كلمة زابينغ في اليوم نتحدث عن اهم المواضيع لتحدث عن البارح فما حاجة به دمنا نبدأ بالإيجابي اللي جاء بالبارح وزيرت التربية سيدة السلوى العباسي قالت البارح في تصريح إذاعي اللي خذيت السناء جراءات استثنائية مع تلمذة اللي شدوهم بالغش للأسف ملول قالت اشتر خبر اللي هو خايب اللي هو تقريبا الغش وصل لكل الولايات وكل المناطق بل كان محصور في جهات معاينة تقريبا كامل الجمهورية لقينا فيهم حالات مطاقش ما قالت ربشت عايت لهم تلمذة اللي تشدوا بالغش قالت قد لي بشتلوا واحد ثنين ثلاثة عشرة مية أربعة مية اللي بش يكونوا بش نعايت لهم مع عندي إجراء استثنائي بش نتخذوا معاهم هيتنا سموها شنو اللي تجراء بالضبط وين الثنية بش نعمل إجراء استثنائي يعني ديما سباق ريت الصغار بأدوم الكول اللهم اللي بش تحال النيابة العمومية ذي كأنا ما عنديش فيه دخل حتى فما سن المعاينة تخلي تلميذة تحاسب حساب وخاصة انك تدخل فيها عصابا تعترويج امتحان بمقابل تخرج من يدينا معنى انا صغارة ذوما والله قررت بش نعايت لك قدية بش واربع مية خمسة مية بش نقلهم برا وللتكوين المهني راك عندك امتين اخي عود تعاود والباك او ديجانتي بتبعتك لا تعاود عام حتى الخمسة مية امشي التكوين المهني واخذ شهادتك وقادر انك تنجح وتولي تقنية ثانية لدينا اثاق كبيرة هذي بعض من الافاق حلول البديلة السهلة عليك انت تحطم مستقبله في ثلاثة او اربعة او خمسة سنين اللي بش عديهم معتهم معاقب وما يعودش عادي البكالوري برا عمل تكوين ولو انه تكوين احنا قطعنا فيه عقلية على اقل متع جيليان وجيلي قبل اللي هي عقلية انه التكوين هو مقال للفاشيلين حتى قبل حتى قبل قبل يقول لك منجحش في قرية انش يعمل تكوين لا برا شوف الخدم اللي طالبينهم البررا اللي طالبينهم البررا الكثارية متع الخدم طالبين ناس اللي عامل التكوين وشوف اللي ينخرطوا ومشوا يقراوه في التكوين وين هنطو وينوصلوا في المجتمع وينوصلوا وينوصلوا والنجاح متاحهم كان كبير برشا فالذي مهم انه نبدو شوية في العقليات في الحكاية هذي مراهوا الاجراء اللي يصير مع تليم ذا هذو اللي بش يمشير التكوين ركنت عيبرا عطيتهم جايزة اكثر منها عقاب وان شاء الله ما يعودوش لغلاط اللي كما هكا حاجة اخرى برا حاملت البوز على مواقع التواصل هو حكاية البلوغور او تيك توكور المالي اللي دور في تونس هو احد عنده تيك توك من مالي ويتابع عنده برشا متابعين تقريبا اكثر من ثمانية ملايين تقريبا دو تيارة من شعب التونسي هذا موجود شوفناه في برشا بلايس هاو يشتح في الافينيو هاو يعمل في شوية هكا شنين مناسبة ما فمش مناسبة نجم نحل فيديو نحكي ننفرتكوا نجم نحل فيديو ونشتح ونستبع هاو هكا تيك توك هاو حرية التعبير هم كان تعبير بشتيح يحب يشتح اما خير بربي اللي يمشي حاجة اخرين هذا على كل عمل معتها فيديوهات ستح في برشا بلايس وقابل ناس وحكاية حتى على الماكلة التونسية والأجواء التونسية كل شيء اما ماكتعرف ديما عنا كنظرية المؤامرة خلي كليدراش كون بيعث وفهم جمعية تتماول فيه وفهم جمعية وراء وفهم كذا الحكاية راييه اسهل برشا مون وتولي معتها الحكاية بالرسمي كل شيء ندخل في التاريخ خمتها هيدا وفهم شكون مخلص وفهم شكون وراه وراه ويقصد كذا ويقصد كذا مواتا عادي جاء السائح كما انتي سائحتون ستمشي لأي بلاسة في العالم تعجبك بلاسة معينة عمال فيها تصويره وكيف كيف عجبته بلاسة معينة عمال فيها تصويره وساهم ورا صورة باهي على تونس من نجمو كان انشجعوه ومانو بربي نحاول ونبعده اكثر ما يمكن على التأويلات اللي كما ها كان نعم نوزا بيجنب عيانا بارح تفرجت في شريط اول عرض فيلم اخفاء صدام حسين مخرج كوردي عراقي هو فيلم او وثائقي هو بين بين اكثر وثائقي وفيه بطبيعة واعتمد فيه المخرج اللي اسمه وهالكوت مصطفى هو عنده الجنسية النورفيجية واصله كيما قلت لك عراقي كوردي الشريط يعتمد بالاساس على لقاء مع الرجل الذي اخفى صدام حسين في تلك الحفرة المزعومة والله عالم في بيلي في امريكا الرجل يخفيه المخرج هذا قال التقاه وسجله وحكاله قسطه مع صدام حسين كيفاش احفر له الحفرة وكيفاش يحجم له كيفاش يطيب له كيفاش يقعد معاه كيفاش يخسل له احكي كيفاش بيعهم بعد في الاخر بيعه واحد اخر لكل حال لحقيقة انا ما اقنعني ايش فيه نوع من الاثارة وطويل الشريط اكثر من ساعة ونص والجمهور كان حاضر البارح كل واحد شي يقول فم البيئة وفم الخيب انا مع النوع هيدا كيفاش اقنعتني بالفكرة متقبل انواع على فكاره كل ما انا حتى كان عكس معتقاداتي والحاجات اللي انا متأكد منهم مسيرش هيت نتفرج فيه وحاول اقنعني حسام فم مسألة اساسية ما هو المخرج قال التقابي هذا الرجل كيفاش سيبوه الامريكان بعد قال في اخر الشريط قال بعد سبع اشهر الجيش الاسرائيلي سيبوني ايش سيبوك سهلة الحكاية هذية هذيك انا نخدت لكم معتل المتابعة على اقل نحكيوه على المحتوى الفيلم ككل على ما يبدو موجه شوي لانو نعرف الكراد وعندهم نوع معي بطبيع علي الجيش الامريكي موش الجيش الاسرائيلي بطبيع علي اللي امريكان هما عاثوا فسادا في العراق دعمي نزيدك في كيف لدورة الكين السهيني على كل نمشي نواصل المرة هذه باش نحكي على حاجة اخرى يا حبيب اللي هي عنده علاقة ب ما نعطيك الظاهر اللي صارتت وانتي التأويل اعطيني تأويلك كما تحب فما سانعة محتوية تونسي اسمه مهدي المولهي معروف باسم مهدين عمل اللقاء مع هذي كل مرة يمشي ويسور معت الفيديويات وحاول العالم وعمل الفيديويات ويعطي في الصورة مزينة وحاول العالم عمل اللقاء مع المرأة قالت عندي يتعمي part 2 وين اللقاء هذا.. لاني سجل اللقاءوا مع المرآة فى تونس مسحى مرأة ذيا مرأة المرأة ليس تتحدث من العلوية للتعليف الع otros جمعيение لا نتحدث عن العربي وف هل الوضعي اكثر ايحسى ما التعلم أنا ما نكتبش عليك أنا تخلقت برشا وصلت مشيت بسيكيات خاطر ولدي خاطر نسخة القطني خاطر هو حاجة أنا شيخة بي ما نكتبش عليك هو معتها متميز في حاجة ما شاء الله معتها راوة في العمرة الذكية يسمي لك حاجات أنا ما نعرفش اسمه بالعربي فما حاجات يسميهم لي رستقام ماهي حاجة؟ Er... أحاجات تكف موارنون نخلق الكета ماهي الآن جديدoueي تتكتب particle هل تأكل الطريق؟ إنها تراث! 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 لقد أعلمتها! لقد أعلمتها! لقد أعلمتها! لقد أعلمتها! أمير! هذا! هذا! لقد أعلمتها! لقد أعلمتها! هذا ممكن الحاجة البيئة في الموضوع لتفهم أن تكون أولادها! واباها أن يتقن لغة أخرى! خاصة الأنجليزية! باعتبارها اللغة كبيرة! أما راه وأخصص! لابد أن يتكلم بلغته! هو تفسيري المبدئي! وواضح أن الأنجليز تعلموا من اليوتيوب! وتعلموا من سبايس سونة! كالقناويت هذه! تبقى الأولاد عنده علامات ذكية! لأنه يفهم الزوز لغات! اللي هو اللغة العربية! خطر أمك! في التعبير قاد يعبر بالانجليزية! مع هذه علامة من علامات ذكية! ولد ذكي! ما شاء الله ليه! ولكن أنه ما يعبرش بالعربية! هذا مشكل! ثلاثة سنين عمره يا حبيب! ثلاثة سنين! طوي تسلح! فقط إحاطة نفسية! تهز للمختصين! لأنه هناك ناس مختصين في الحكاية تذي! لأنه هناك ناس مختصين في الحكاية تذي! يتسمى امتياز! وإذا ما تختم عليه الحكاية تذي! نجم يتسلح! كما قلت لك! 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 تجربة شخصية! تجربة الشخصية! ومراحبا بوكالة الطابق! كان لديهم تعقيب أو يعود لديهم! أو يحبوا يكونوا حاضرين بنياتنا! ويوضحوا ما قلت لك! لك! نرى تجاوزنا تسلحة تجربة! الشي اللي خلاني نتحول في بلاتو ونقابل للناس الكل ونصرح به الجرائم هذية على خاطر كمسؤولية إنسانية قدام الناس الكل يجب الناس الكل يكونوا إنسانيين بالأساس قبل ما نكونوا نخموا على الفساد المالي هو فساد إجرامي هذية فساد إجرامي في حق صحة المواطن هذية منشيرة ومنشيرة أخرى نحن الأسماء مقبلين على موثم سياحي ما شاء الله قد ما تكونوا تشوفوا أنتوما معناتها فما ناس أجانب يشبقينا اليوم نحن نسوقه في سجائر في السوق نتيانا معروضة قبل من الناس الكلين المحليين والأجانب نحن اليوم فيها خطورة كبيرة تشكلها على صحة المواطن التونسي على أمن تونس إذا كان واحد من الأجانب يكتشف معناتها الأشياء هذية وهالتجاوزات اللي قاتل في سجائر نتيانا هذية أنا نتصورها اخترت كليفاشا عندك حساب أنا واحد من الناس مانيش من المشاجعين على التدخين ماذا بينا نحن تشجع ليه معتها ليه خاطر شنية احنا كيبش نقوله كما هكا هي معجبتنيش الشوت اللي عملتها الأخرانية معتها في آخر كلمة قالت أخوي كان واحد من الأجانب عليه هم أجانب معتها ما يذروش عمنا كنذرو مثالش هو مش باهي لأنه لمعسل يتبيع البره وعنده صمعة معتها باهي ولكنه مش حاجبين هي كيف كيف الدخان نفس الشيء فلذا إن شاء الله يفتح بحث في الكلمة ذاية وإن شاء الله أكثر من هكا التدخين أخوي أخطع المشكل من المهن المشكل متاعنا هو إنه خالف الدخان أحسن نصيحة من يوم سايد لو حليك بالدخان لو حليك بالدخان سبال رو غالي ومالشيشة وغالي وفي مشكل لا يعني يبهدوني بع الناس ياخذلك شيشة بـ 30 دينار مش 30 دينار حبيب السباح ونجاب معتها تتصور إنتي 6 تصبيح 6 ونص نص شايش الله الله 6 ونص تصبيح يا بو قلب 6 ونص معتها رو بات يحلم بالشيشة ما نرشكل واحد وغرامه من المحالة ومش من الغرامي اللي نجو يكون باهي نختم بموضوع ما نتصورش حبيب كمش يعجبك برشة حكيت الكف اللي عطاه عمرو ذيب لواحد المعجبين اه اه اي نعم هاي نعم هاي تجيبش تصور معه حبي عم معه سالفي وهو اش قربه من عمرو ذيب مو هو اشنية فرح سهرية اه قرب له حبي عم معه سالفي خزاله عمرو ذيب هو معجبي يعني هو معجبي واحد من المعجبين والله اعجاب يخليني انا متعجب اي هكي متعجب اي هكي متعجب اكثر اركز معي اعطاه كف المواتن في العادي ماتا متكلمش مقال حد شيء فمش كون سور الفيديو هبته على السوشيال ميديا اه تعرف ما تأثيرك برسمه على السوشيال ميديا حتى كان هو ما انغرش بشوال ينغر صحيح اه السيدة عملو له باج باسمه اه قدم قضية في عمرو ذيب بوه جابوه يحكي في التلفز اصمعته برحب وذني قالوا مولدي 26 ساعة ما كله شيء اه بوه زيدة كيف كيف احكي على ولده لا تتكلمش عنه يعني الحركة كانت مؤثرة فيه برشة ايه هو مؤثرة مهم يزيدوا فيه شوي هو من الأخر هم مقدمين قضية ويحبوا مع تعالى تعويض ما عند عمرو ذيب هو بأكيد انه اللي عملو ما يجيش واللي عملو برشة فنانين جاءوا كونترو كان اخر هل يكش يكون قلقو ولا ازعجو ولا هو شفت في نفس السهرية حسب ما يذكر بعض المقربين نعمر ذيب في نفس السهرية خذام عنده خمسة سالفيات هذيك السادسة وقالك هو معتهم المعجبين وكان احذر معه في عدية الحفلات الأخرين وكان نصور معه وكذا وره معتهم الناس المعروفين والناس البابلك ره يجب ان تتوسع بالك يجب ان يكون عندك برشة وصع بالك لانه يشعر ذلك المواطنين ويحب يسلموا عليك وساعة تبدأ مكش في حالة وانتي ممكن حبيب نتصور تعديت عليك الحكاية ذي ممكن مكش في حاله ومكش في إيطاة لانه يحب يشكي لك وليحب يقول لك كذا خطر انتي بشرة وسبحان الله تنجم في اللحظة ذيك اما التصرف عمر ذيب روم مرفوض تماما ومش معقول وما يجيش وممكن معتهم متابعة قضائية وعلى ما يبدو بشي يكون فهمها مدلة ان شاء الله يلقى حقه ان شاء الله يلقى حقهم زوز ان شاء الله يلقى حقهم لانه فهم عملية صحة كبيرة يسر معتها لي عمر ذيب للتاريخ وانا واحد من ناسبه هو فنان نجح فنان نجح انا سنتك سواء انا سنتك سواء انا سنتهم قول لك انا نعرف عنده زوز لتغنيات يعجبوني لا يكتر الاقل هو كفنان كشخص كذية ذاك موضوع اخر مغرور شوية محبش يجي كرتاج تلبوها كل عام في الحمامات محبش يجي معتها غنب صندية لك العام كانت ذكرها في كرتاج معتها فهمها شوية امور انا ما يعجبونيش فيه اتبقى راهو زيدك كبشر وكإنسان راهو فهمها عملية معتها متركاج كبيريس القاد سير عليه هو سواء من احتين سواء منه او منه لأعلم وعطاهو حاجة يخدم عليها شكرا حسام الدين شكرا بعدها قليل مع الرياضة رفقي بو ستة اشهار خدمة دار قرائة نحبها وحدي وإلا الشلة معايا نحبها عشرة ومعها ألف حكاية نحبها قد ما نحكي قد ما نقول بوجل